بسم الله الرحمن الرحيم كان الكلام في صلاة الاستعجار الأجير يجوز أن يكون رجلاً أو امرأة عن رجل أو امرأة كله جائز شخص متوفى رجل تستأجر عنه امرأة أو يستأجر عنه رجل لا مشكلة امرأة متوفى يستأجر عنها رجل أو امرأة كل هذا جائز ويأتي الأجير بالصلاة على النحو الذي فاتت عن الميت الصلوات الجهرية يأتي بها جهرة والإخفاتية إخفاتها نحن نعلم أن المرأة ليس عليها جهر في الصلاة في صلاتها هي لما تصلي المغرب العشاء الصبح لها أن تخفت الرجل يلزمه الجهر لكن في الإجارة لما استأجرت عن رجل الآن تقضي عن هذا الرجل صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الصبح تجهر لا تقول والله أنا مرأة وليس علي جهر صح ليس عليك جهر في صلاتك أما في الصلاة التي تأتين بها عن الميت تأتين بها كما فاتت عنه قد قد يستأجر الإنسان لصلاوات لصلاوات قصرية وصلاوات تامة يقال لهذا الأجير تصلي مثلا خمس سنوات صلاة كاملة عن فلان وتصلي مثلا سنة أو سنتين صلاوات قصر لأنها فاتته فاتت الميتة في حال السفر أي القصر تقضى قصرا والتمام تماما كذلك في حال الإجارة هناك أناس لا يصلون قد يقضون عمرهم نعوذ بالله تاركين للصلاة الآن ورثتهم يحبون أن يستأجروا لإبراء ذممهم معلوم أنه في كل سنة مرة أو مرتين عادتين يحصل خسوف أو كسوف هذا الشخص الذي لا يصلي ممكن مرت عليه خمسون سنة هو ما يصلي أكيد هناك صلوات خسوف كسوف مرت عليه لم يفعلها هذه أيضا ينبغي أن لا تترك عندما يستأجر الشخص يقال له مثلا يقدرون نفترض هذا أربعين سنة مرت بعد بلوغه ما صلى زين نفترض كل سنة مرة لا على الأقل يصير خسوف أربعين سنة أربعون صلاة خسوف وكسوف صلاة آيات زين أن يستأجر لأنه عادة الناس يستأجرون فقط للصلوات اليومية ظهر عصر لكن هذه أيضا ينبغي الالتفات إليها أكيد هذا أربعين سنة مرت من عمره بعد البلوغ ما صلى أكيد مرت أربعين خمسين ثلاثين مرة خسوف وكسوف مرت عليه آيات فأيضا يستأجر له شيء حسن وتؤدى تصلى كما فاتته بالضبط الأجير تارة تراد منه الصلاة منه مباشرة وتارة المطلوب أن الصلاة تؤدى إما أن يؤديها هو أو غيره هذه مثل بعض القضايا الأخرى أنتوا الحين لما تجيبون شخص مقاول تتفقون معه على بناء حجرة مثلا أو بيت عادة لا تقصدون مباشرته هو للبناء هو يروح يجيب عمال مثلا تحت إيده أنتوا تتفقون معه هو يؤدي تقوله أجرتك هالكثر لكن لما يجيب عمال ما تشكلون عليه أنه أنت ما قعد تشتغل يرد يقول أنا ليس المطلوب مني أن أباشر المطلوب مني أن أحصل 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 وأوجد لكم هذا الفعل وأحيانا لا المطلوب أن يباشر هو عادة في العبادات الناس تنظر إلى الشخص بما هو يعني يتفقون مع شخص معين أنه تصلي سنة تصوم كذا عن فلان إذا عرفوا بعدين هذا رايح شايف له واحد ثاني قايل لأنت تصوم أو صلي عادة يعترضون يقولولي إحنا نعرف ناس كثيرين يصلون ويصومون لماذا جئنا لك بالخصوص إحنا نعرفك أنت إنسان صلاتك مضبوطة أعمالك مضبوطة لهذا استأجرناك فإذا كانت الإجارة بهذا النحو أنه هو يباشر لابد أن يباشر أو يشترط عليهم من الأول يقول لهم أنا لا أباشر أنا أخذ منكم المبلغ وأدبر لكم أرتب لكم ناس يؤدون العمل وإلا في ما لو كان الظاهر أنه هو يباشر لابد أن يفعلها هو زين الآن فرضنا نعم إذا الآخر فعلها بريئة ذمة الميت لكن في إشكال بعملية الإجارة هذا ما وفا بالعاقد طيب قال له لأ إحنا ما علينا إحنا نعطيك مئة دينار نريد سنة صلاة تريد أنت تسويها أو تستأجر شخصا الأمر إليك الآن هو راح دور له واحد ثاني تسعين دينار تفق وياه إجارة بالباطن ولا يوم أكو إجارة بالباطن من دون مقابل ما سوى شيء هو مقابل ماذا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذه عشرة راح يأكلها بالباطل يعني من دون مقابل إلا أن يؤدي شيئا ولو يسيرا يصلي لصلاة وحده مثلا أو صلاتين وينو أنه هالعشر دنانير أخذها عن هذه الصلاة الواحدة أو الصلاتين ثم يتفق مع الشخص الآخر على بقية العمل بسعر أرخص هذا الكلام يأتي حتى في إجارة المنازل البيوت ومشاكل هناك أناس يستأجرون وفرض يجي يستأجر عمارة من صاحبها عمارة يتفقوا إياه بالشهر يدفع لعشر تالاف دينار بعدين هو يقوم يدور مستأجرين يمين وشمال يتفقوا إياهم يأجر لهم إياه أحد عشر ألف دينار مثلا بالشهر يربح بالشهر ألف دينار عليه أن يفعل شيئا ولو بسيطة يمد لضو معين شوية ديكور يحط يسوي لشغلة ولو بسيطة حتى يكون قد أخذ هذه الزيادة قبال تلك الزيادة يقول أنا سويت شيء وأخذ هذه الزيادة مقابل ما فعلته مو أنه ما يفعل أي شيء خلاص صي العمارة لا زيد ولا نقص فيها على وضعها استاجرها بعشرة وراح أجرها بهدعش وأخذ ألف زين هذه الألف مقابل شنو أخذتها هذا يصير أكل مال بالباطل حتى لا يصير هالوضع يفعل شيئا ولو يسير قلت حتى لو يحط لضوة مثلا زايد شوية تعديلات تنقيحات شيء بسيط فينوي أخذ هذه الزيادة قبال ما فعله في العين الصلاة فيها أشياء أجزاء واجبة لا بد منها وفي الصلاة مستحبات كثيرة أغلب الناس يؤدون كثيرا من المستحبات في الصلاة الحين أنتو المؤمنين وأغلب المؤمنين لما تصلون هذه الصلاة ممكن لو نحسبها نقدر نسويها نص هالمقدار اللي قاعد تسو ثلث يعني ثلثين هيطلع مستحبات مثلا الأذان والإقامة مستحبان ممكن واحد يجي يقول أنا لا أعذن ولا أقيم يجي رأسا ينوي ويكبر يجوز يجوز بس كثير من الناس يأذنون يقيمون عمل جيد هذا أقوب ما يكبر تكبيرة الإحرام يستحب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يبدأ بالبسملة واجب لا مواجب مستحب قرى الحمد خلص مستحب أن يقول بعد الحمد الحمد لله رب العالمين مستحب هذا قرأ عقبة التوحيد بعد الحمد قرأ التوحيد يستحب بعد التوحيد أن يقول كذلك الله ربي أو كذلك الله ربنا مرة أو ثلاث كل هذه مستحبات ركع قبل ما يركع يستحب أن يقول الله أكبر ركع في الركوع قال سبحان ربي العظيم وبحمده يستحب له بعد ذلك أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد الله سبحان وآل وآل محمد هذه مستحب قام من الركوع سمع الله لمن حمده مستحب الله أكبر مستحب في السجود قال سبحان ربي الأعلى وبحمده أيضا الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله هم مستحب يجلس يكبر استحبابا استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر هذه كلها مستحبات سمع الله لمن حمده بحول الله وقوته أقوم وأقعد القنوت مستحب لما يجلس للتشهد بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله مستحبة عقب ما يخلص التشهد وتقبل شفاعته وارفع درجته مستحبة كثير كثير هل كثر مستحبات في الصلاة زين الحين لو واحد يريد يصلي صلاته وهو أنا جنابكم ترجون تصلون صلات صلاتكم مو ملزمين بالمستحبات ممكن تجيبون فقط الواجبات يعني هذا الصلاة اللي تصلوها بخمس دقايق مع مستحباتها ممكن يصير بدقيقتين تخلص ممكن لما يستعجر شخص على أداء الصلاة على أداء الصلاة المفروض أن يؤديها على الطريقة المتعارفة بين الناس هذه كلمة خلي أقولها الحين هذه مستحبات قلناها ممكن كثير من الناس شطر من هالأمور يسووها وبعضها ما يسووها بعض المستحبات يتركوها بعضهم أكثر من هذا يأتون بمستحبات أخر بعد الانتهاء من التشهد يستحب أن يقول الإنسان سبع مرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبع مرات هذه أغلب الناس ما تسويها ما يدرون فيها أصلا توجد مستحبات أخر ف الطريقة اللي أغلب الناس يأتون بها لما يصلون مجموعة من المستحبات يسوونها الحين يجي واحد الشخص يقول له هذه مئة دينار مئتين دينار تصلي سنة أن فلان هذا أهم يمسك له ورقة وقلم يقوم يحسب يقول أنا إذا أجيب مستحبات هذه الصيرة طويلة يقوم يحسب حسابه يقوم يشيل المستحبات كلها ويجيب صلاة فقط الأجزاء الواجبة حتى يكملها بسرعة السنة ويروح يأخذ له سنة ثانية من واحد ثاني وهكذا يصير الحشي لا ما يصير إلا أن يقول لصاحب الأموال ذاك الشخص اللي استأجره يقول له من أول يقول له شوف ترعانا فقط أجيب الواجبات مو تلزمني بالمستحبات إذا رضي ذلك الطرف جيد وربما يقول له لا إذا تريد فقط تسوي الواجبات ما أعطيك مئة دينار أعطيك سبعين دينار أرخص السعر يعني كلما قلت الكمية السعر يقل كل شيء بسعره مو شكل يقولون كل شيء بسعره فالمفروض أن يأتي يقول هو ما قل لي ما قل لي يسوي مستحبات صحيح هو ما قال لكن هو قاصد الطريقة المتعارفة المتوسطة يعني هذا الكلام ليس فقط في الصلاة حتى في الأمور غير العبادات وفرض واحد يشوف له شخص دائما نجيب مثال المقاول اللي اتفقوا وياه على بناء بيت هناك مواعد تستعمل في البناء فخمة غالية ومواعد رديئة بمنتهى الرداءة وفي شيء متوسط نحن فرضنا أنتوا اتفقتوا مع المقاول يبني لكم بيت ما سألتوا الإسمنت أي نوعية الحديد أي نوعية طابق أي نوعية ما جبتوا هالكلام هو هم يروح يدور أردأ الأنواع وين ما أكو شيء اللي الناس ما تريده رخيص رخيص يدور الشيء الرخيص حتى يوفر النفسه يصير هالكلام لا ما يصير ما يصير إلا يقول للشخص من أول يقول له ترى أنا بهالسعر اللي قاعد تعطيني يا أجيب لك أردأ أنواع البضاعة إذا وافق ذاك ما يخالف أما إذا ما اتفقوا على شيء يعني يقول له تبني لي عليه مو ملزم يدور أفخم الأنواع لكن الشيء المتوسط الشيء المتعارف بين الناس من يركب الأدوات الصحية جيبون واحد يقوله تركب لي مغسل وتركب لي كذا وإلى آخره هناك أدوات صحية غالية جدا وأدوات صحية رخيصة جدا وهناك أشياء متوسطة إذا قال له تركب لي كذا مغسل كذا حنفية وما قال أي نوع مثلا يدور الشيء المتوسط المتعارف اللي عادة الناس تستعمله لا يجيب شيء رديء أو من أول يقول له يتفق ويا يقول له هذا المبلغ المعطيني يا ليس شيئا تريد أحط لك حنفيات زينة ومعطيني شم دينار مثلا هذا ما تكفي حط لك نوع رديء إذا وافق ذات قال له ما يخالف حط الرديء ولا تأخذ مني زايد إذا رضي بذلك تلك قضية وإلا فلابد أن يراعي الوضع المتوسط هذا الكلام نقوله في الزيارة كذلك لو فرضنا الحين البارحة اذكرنا قضية الاستئجار للزيارة واحد رايح للزيارة زيارة أحد الأيمة عليهم السلام فأيجي شخص يقول له هذه عشر دنانير من فضلك أريد تزور الإمام الحسين عليه السلام عني ما دام أنت رايح هناك تزور لي زيارة قال له زين رجع زرت لي يزرت لك شون زرت يقول دخلت بالحضرة وطلعت حتى السلام عليكم ما قلت ليش يقول أنا سامع يقولون الزيارة هي حضور الزائر عند المزور وقد حضرت صحيح الزيارة حضور الزائر عند المزور بس هذا لو يدري ما يعطيك عشر دنانير يعطيك ربع دينار يقول لك إذا هشك لزيارتك بس تدخل وتطلع ما يعطيك عشر دنانير اقرأ زيارة متعارفة لا أنت ملزم تقرأ الزيارات المطولة ولا تأخذ أخصر شيء افعل الشيء المتوسط الذي يفعله غالب الناس في الحج والعمر نفس الكلام هناك أمور يجون يعطوها ألفين دينار يقولوا له هذه نيابة حج زين عادة الألفين دينار ما يعطوها فقط يعني بعدين سأله أنت شون رحت يقول له والله أنا ركبت منها رحت للطائف ودخلت مكة يوم ستة سبعة حجت لك ورجعت ما رحت المدينة جور الأيمة عليهم السلام يقول لا ما رحت يقول لها زين أنا معطيك ألفين دينار بس على هالشغلة هذه لو معطيك ميتين دينار يحقلك يقول هذه ميتين دينار هذه قيمتها أما لما يعطى مبلغ يناسب عمل متعارف أكثر من هذا لابد في كل هذه الموارد من ملاحظة الوضع المتعارف وصلى الله على محمد